اكدت سعادة السيدة امنى بن تحمد الرميحي وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني ان الخدمات الاسكانية الفورية التي طرحتها الوزارة مؤخرا كفلت للمواطنين الحصول على السكن اللائق دون فترات انتظار مطولة دعم جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها سعادتها في الجلسة النقاشية التي نظمتها مملكة البحرين في الامم المتحدة على هامش مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بالولايات المتحدة الامريكية واستعرضت سعادتها مسيرة قطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين والجهود الحكومية التي بوضلت لتنفيذ التوجيه الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية وتطرقت سعادتها إلى الحقبة الجديدة التي يشهدها قطاع الإسكان في المملكة والمتمثلة في توجه الحكومة لتوفير الخدمات الإسكانية الفورية للمواطنين من خلال برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وما حققته تلك المبادرات من نتائج فاقة التوقعات برامج التمويلات الإسكانية الحكومية والمشتركة مع القطاع الخاص من أبرز البرامج التي استحدثتها وزارة الإسكان لتحقق من خلالها نتائج إيجابية ترجمتها الأعداد التي أقبلت على تلك البرامج المبتكرة التي تتماشى مع الخطط الحكومية لرفع المستوى المعيشي وتحقيق الهدف الحاد عشر من أهداف التنمية المستدامة وزارة الإسكان بفضل التوجهات الملكية السامية والدعم الحكومي المستمر تمكنت من تقديم عدة مدن مجهزة للمستفيدين بأعلى المعايير والخدمات لتشمل المرافق الخدمية والتعليمية والصحية والرياضية وتلبي الاحتياجات المختلفة من خلال توفير التمويلات الإسكانية والوحدات الإسكانية وشقق التمليك والقسائم الإسكانية ليستمر عمل الوزارة الممتد منذ الستينيات وحتى هذا اليوم لتقديم خدمات إسكانية لائقة وملائمة ومتميزة للمواطنين سياسات واستراتيجية مدروسة تسير عليها وزارة الإسكان لضمان استدامة ملف السكن الاجتماعي لتتماشى المنجزات مع رؤية مملكة البحرين التي تهدف إلى خلق بيئة معيشية آمنة ومستدامة ترجمة نانسي قنقر